اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية مساء الخير لجميع المتابعين في الأردن كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر السعيد نهار اليوم سالة أحوال جوية ربيعية دافئة في عموم مناطق المملكة درجة الحرارة كانت أعلى بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام تفاصيل أكثر حول الحالة الجوية المتوقعة ودرجة الحرارة المتوقعة خلال فترة العيد السعيد نستعرضها في هذه الخرائط حيث تستمر المملكة أو يستمر تأثير هذه الكتلة الهوائية العموم منطقة بلد الشام والأردن حيث تسود أجواء خلال ساعة النهار الرابعية دافئة لكن خلال ساعة الليل تنخفض درجات الحرارة لتسود أجواء لطيفة إلى ما إلى البرودة خلال ساعة الليل المتأخر يوم الخميس بإذن الله وهو أول أيام عيد الفترة السعيد تستمر هذه درجة الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام إلى أعلى بقليل من معدلاتها تقصر بعدافئ في عموم المناطق ومستقر خلال ساعة النهار لكن تعود درجة الحرارة وتنخفض خلال ساعة الليل لتسود أجواء لطيفة إلى باردة نسبيا خاصة في المرتفعة الجبلية العالية والسهول الشرقية يوم الجمعة لا تغيير على الحال الجوية تقص مستقر بشكل عام درجات الحرارة حول إلى أعلى بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام تقصر بعدافئ خلال ساعة النهار لطيف إلى ما إلى البرودة خلال ساعة الليل خاصة خلال ساعة الليل المتأخر لكن اعتبارا من يوم السبت تعود وترتفع درجات الحرارة من جديد درجات الحرارة ترتفع قليلا تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام تقص حار نسبيا في أغلب مناطق المملكة نذهب الآن ونستعرض وإياكم الحالة الجوية المتوقعة للعاصمة عمان خلال هذه الليلة حيث تسود أجواء صافية كما ذكرنا ليازي لطيفة إلى مائلة البرودة 17 درجة مئوية المحسوس أيضا 17 الرطوبة مرتفعة وريح تكون شمالية غربية خفيفة أسرع بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الخميس بإذن الله وأول أيام عيد الفطر السعيد 27 درجة مئوية مع طاق الصافي أما الصغر 15 درجة مئوية يوم الجمعة 28 درجة مئوية أما الصغر 15 درجة مئوية ويوم السبت لا تغيير الحالة الجوية طاق الصافي مع 28 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغر 16 درجة مئوية شكرا على المتابعة واللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة